السلام عليكم أيها الأصدقاء الرعيون اليوم أريد أن أقص عليكم قصة عجيبة لها درسا عزيما في حياتنا وكذلك حياتكم خوية كان في بركة صغيرة السلحفات تعيشوا وكانت لهذه السلحفات صداقة مع البططين ولما اشتدت الحررة في أيام الصيف بدأت مياه البركة تنفد فأرادت البططان أن تطير إلى بركة أخرى وكبرى وأخبرت البططان السلحفات غدا سنتطير إلى بركة أخرى وكبرى وعندما سمعت السلحفات هذه الكلمات خافت على نفسها وقالت للبططين لا حيات لي بعدما نفدت المياه ثم طلبت من البططين أن تذهب بها وأن تطير بها وفقت البططان على هذا الطلب ولكن سألت كيف وأنت لا تستطيعين الطيران فكرت السلحفات قليلا ثم أجابت وقالت عليكم أن تأتي بعود غدا ولما جاءت البططان بالعود أخذت السلحفات وسط العود من فمها وأخذت البططان طرفي العود من قارهما ولكن قبل الطيران نصحت البططان السلحفات ألا تتكلم أثناء الطيران أيها الأصدقاء والأحباء ماذا حدث بعد ذلك لقد أعجبتني وستعجبك أيضا كذلك طارت هؤلاء الثلاثة في الهباء بالجو ولما رأى الناس هذا المنظر بدأوا يصرخون قائلين عجيب عجيب ما رأينا هذا المنظر قط ولما سمعت السلحفات هذه الصرخات قالت غازبة فقأ الله عينك فقأ الله عينك ما إن خرجت هذه الكلمات من فمها إن قتعت تواصل من العود وابتعد عن العود وسقطت على الأرض وماتت أيها الأصدقاء والأحباء يتوجب علينا أن نتعرف بمقامنا الكلام فلذلك يقول إن العاقل يفكر قبل الكلام والأحمق الغبي يفكر بعد ذلك أريد أن أتقدم الحديث المشهور في هذا السياق وهي قال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تتكلم ينفعكم أو ينفع الآخرين أو تصمد وقال الشاعر الأموي المشهور المتنبي زل أقل يشقى في النعيم بأقله زل أقل يشقى في النعيم بأقله وأقل الجهالة في الشقاوة ينعم شكرا لحسن مساعدتكم أيها الأحبة وشكرا لحسن مشاهدتكم هذه الفيديو مع السلامة إلى اللقاء شكرا للمشاهدة